أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم تاني في برنامج دار الطبيب دفنا في الفقرة دي دكتور أحمد جودة أخي الصائل النساء والتوليد وجراحة المناظير المتقدمة سأل خيلة دكتور أحمد سألنا والأهلا سألنا دكتور أحمد في البداية عايز أعرف من حضرتك إمتى نقدر نحدد أن الزوجين عندهم تأخر في الحمل والله يقول السؤال دي مهمة جداً لأن معظم البنات بيجوا بعد الزوجين بشرطاً مهمتهم قلقين أو هم قلقانين تأخرت في الحمل ما تأخرتش في الحمل فلازم نعرف الأول يعني تأخر في الحمل هو تأخر في الحمل يعني السيدة بيحصل علاقة زوجية منتظمة ودورتها منتظمة لمدة سنة ومحصلش حمل نبدأ بعد كده ندور قبل كده يبقى احنا بنستعجل قوي وبنحط الزوجين في سترس فظيع ملوش أي لازمة زمين كنا بنقول أن هما سنتين بس دلوقتي نتيجة تأخر سنة زواج اتقلصت الفترة بقت سنة طب لو جالي زوجين قبل كده المفروض نعمل معهم إيه احنا بنبدأ ندور إذا كان عندهم مشكلة ولا لأ لو ما فيش مشكلة بنسبهم تماماً ما تدخلش غير بعد ما يمر سنة كاملة بعد سنة طوال طيب بعد سنة إيه الإجراءات اللي بتأتيت تأخذها معهم لا إحنا مش بنس لو هما جوم قبل السنة ولا جوم بعد السنة بعد السنة بعد السنة بنبدأ نشخص الحالة أو نعرف إذا كان فيه مشكلة من ناحية الزوجة من ناحية الزوجة الزوج بيبال موضوع سهل جداً بنعمل تحليل سائل منوي ونقيم الزوج إذا كان فيه مشكلة ولا لأ لو فيه مشكلة بنبدأ نتعامل معها لو ما فيش مشكلة خلاص بنبدأ نتجه ناحية الزوجة بنفحصها في كذا ستيب مهمة أول حاجة نحن بنعمل لها شوية تحليل في هرمونيت في تاني يوم من الدورة تماماً وبنبدأ نعمل صنار في تاني يوم من الدورة عشان نقيم المخزول المبيض بتاعها والقدرة الإنجابية بتاعتها أخبارها إيه وهل فيه مشكل سواء أو رملي فيها أو بطنة راحة مهاجرة من الدرجة الثالثة أو الرابعة أو فيه يعني ارتشاح في قناتين فلوب أو كده في تاني يوم من الدورة بعد كده بنبدأ نبص عليها تاني في مواعيد الطبويت لو هي دورتها منتظمة في اليوم من متوقع بالنسبة لها من اليوم العاشر لليوم الثلاثة عشر من البريد لقينا الطبويت كويس بنبدأ نخش في مرحلة تالثة إن احنا نقيم تجويف الرحم عن طريق الأشعة السلسيات الأبعاد بعد التبويت بأسبوع يعني مش في معادة ثابت حسب معادة التبويت بعد التبويت بأسبوع طيب دكتور أحمد السيدة اللي بيكون مصابة بالعكم الأولي وللأسف مش عارفين أسبابه لما بيجي لحضرتك النوع ده مع المرضى بتتعمل معا إزاي؟ نفس الاسكيمة اللي احنا مش نعرف لي كده بنبدأ ندور الأول إذا كانت المشكلة فيه وبعض الحالات ما بنوصلش لو ما فيش أسباب دكتور بيكون إي حال زائد؟ تندرج تحت اللي هما بيمثلوا حوالي من 10 إلى 20% ونحب نطمن المشاهدين إنه هو ده النوع ده 50% بيحصل بعد غير ما نوصل لتشخيص أصلا في خلال سنة بعدها إحنا ما قالت حديك قبل كده إنه هو كربنسيب سنتين قبل كده طيب لو إحنا معرفنا شو يوصل لتشخيص بنبدأ نستخدم تقنية المنزار سواء منزار البطن والرحم عشان نوصل لتشخيص يعني هيدن بالنسبة لنا أو مش ظاهر معنا بالوسائل الأولية طب بنستخدم منزار البطن والمنزار رحم لا بنستخدم الاتنين في نفس التوقيت عشان نقدر نحدد المشكلة فيهم بزبط طيب في حاجة لما جئنا درسنا موضوع العكم الأولي والسنوي لقناها استغربت منها جدا يا دكتور أحمد يعني إيه عكم السنوي إن تكون سيدة قريدي هي مخلفة قبل كده بس مصابة بالعكم أو المسامة بالعكم السنوي هاي زعرف من حضرتك تعليقك على الكلام ده إيه ما هو العكم الأولي اللي هي واحدة ما حصلش حدوث حمل قبل كده لكن العكم السنوي واحدة حصل معها طفل قبل كده وأنجاب الطفل سليم بس بعد كده حصل تأخر في الإنجاب تمام؟ ده بيبقى ليه أسباب كتير قوي هل هي عندها مشكلة أصلا في التبويض من الأول وده بيحصل في حالات التكاوس المبيضين ممكن تحصل بعد الزواج إنها يتم حدوث حمل طبيعي ويحصل حمل ويكمل عادي خالص وبعد كده يحصل تأخير في الإنجاب نتيجة إنها وزنها زاد أو حصل مشاكل نتيجة زادة الوزن فبيأثر على التبويض فبيدسترب الهرمون الهرمون السايكل بتاعتها يعني ممكن بعد إنجاب التفل الأول سيدة تصاب بعقم سانوية بسبب زيادة الوزن ممكن بسبب زيادة الوزن بيكون في إتامة الحاجة الثانية لو هي نتيجة إنها تم الولادة قيصرية أو تعرضت لإجراء إجراحة في البطن فأدى لتحدود التساقات في البطن التساقات دي بتأثر على قناتين فلوب وإحنا عارفين طبعا إن الحملة بيتمش في الرحم الحملة بيتمش في قناة فلوب ولازم يكون عندنا القناتين بيقدر وظيفة بتاعتهم طيب دكتور أحمد حقيقة لما اتكلمت عن العقم الغير مبرر اللي ما لهوش أسباب اتكلمنا إن بعد كده قد يحدث بعدها الحملة عاز أعرف من حضرتك الحالات اللي بتيجي للأسف بتصدم إن عندهم عقم غير مبرر أو غير معلوم الأسباب بعد كده زابت هيئهم إن هم يقدروا يكملوا حياتهم بشكل طبيعي ما هو ده وظيفة الدكتور إنه يبدأ يشرح لهم المشكلة فيه ويبدأ يحصل معهم يهيئهم نفسيا إن هم هيمشوا مع بعض خطوة خطوة معايفة إن شاء الله وبإذن الله لما يدي لحضرتك ناس بعد أول أشهر الأولى من الزواج طريقة التشخيص ليهم بتكون إزاي؟ طريقة التشخيص إزاي مقالت حقيقة أول بشوف السيدة في تاني يوم الدورة بنقيم تجويف الرحم بنقيم عدد البويضات في كل مبيض بنقيم الهرمونات بتاعتها في تاني يوم من البريود بعد كده بنبص عليها تاني بنعملها متابعة تبويض عشان نقدر نقيم النمو والبويضة بيتم شكل سليم ولا لأ بعد كده بنبص عليها بعد التبويض بأسبوع لتقييم تجويف الرحم وكمية ضخ الدم للرحم هل في مشاكل ولا لأ؟ وهل في مشاكل جوة تجويف الرحم نفسه ولا لأ؟ دكتور أحمد بالنسبة للسيدات المقبلة على الزواج هل عدم انتظام الدورة الشهرية بيعتبر مؤشر واضح على احتمالية الإصابة بالعقم؟ طبعا لأن انتظام الدورة الشهرية ده مؤشر أن السيدة دي بيحصل لها تبويض بصورة منتظمة وبيسهل علينا مبدئيا أن الأمور كويسة إن شاء الله لكن لو في عدم انتظام في الدورة الشهرية لازم نبدأ أن ندور هل في خلل هرموني أو هي مصابة بمتلازم التكاوس المبيضين أو عندها فشل أولي في المبيض طب بالنسبة للسيدات المقبلين على الزواج أو الأزواج بشكل عام إيه التحليل نقدر نخليهم يتطمنوا على نفسهم يعني يبقى إمكانية إنهما يبقى فيه حمل بشكل سريع نقدر نوجه لهم رشدة إيه هي؟ والله دي سؤال مهم جدا أنه نحن المفروض نغير الثقافة بتاعتنا نحن نعمل فحص قبل الزواج مش بعد الزواج لأنه ده بيعمل مشاكل كتير جدا طبعا بيكون الفحص يا دكتور؟ الفحص إنه نحن نعمل هرمون البروفايل للحالة قبل الزواج وبالنسبة للراجل اللي بيعملوا تحليل سائم مرة ويعادي خالص قبلها نتطمنها النهوة كويس بنبدأ نعمل تحليل للزوجة لقينا فيه مشاكل فيها بنبدأ ندور هل المشاكل دي لها حل ولا بلاش حل مش أقضى معظم الحالات بيبقى لها حلول بإذن لان شاء الله طبعا حضرتك ذكرت في العكم السنوي إن بعض مسبباته السنة المفرطة طيب بالنسبة للسيدة الحامل اللي عندها سنة مفرطة لإنه فيت ما بينهم ارتباط ما بين عامل السنة المفرطة وما بين الحمل يتحول لحملة حاركة طبعا عايزة أعرف من حضرتك توضح لي وتوضح لي سيدة المشاهدين طبيعة اللي علاقة ما بينهم إزاي ده بنلاقيه واضح جدا في حالات تكايز المبيضين اللي هو المصاحب لها زيادة مفرطة في الوزن دول بيبقى عندهم استعداد عرضة أكتر لسكر الحمل عرضة أكتر لتسمم الحملة أو ضغط الحمل في الشهور الأخيرة عرضة أكتر إنهم يحصل في أول ثلاث شهور ده نتيجة عندهم أصلا من قبل ما يدخلوا في المرمون فده بيحتاجوا أصلا متابعة عدق يتبص عليهم الفترات أقرب نشوف المشكلة فيه ممكن بنادي لودوز أزبرين في الأول عشان نقلل المشاكل ديت إن شاء الله طيب عايزة أعرف من حضرتك في حالة متابعة الحمل الحري هل في خطوات وإجراءات حضرتك بتتباحها مع المريضة مختلفة عن الحمل العادي؟ طبعا بتكون إيه؟ إن إحنا بنكسف عدد الزيارات يعني لو في الحمل العادي بنشوف الحالة كل شهر لا في الحالة دي بنشوفها كل شهرين في الشهور الأخيرة بنشوفها كل أسبوع طب بنعمل إيه في الزيارات دي؟ الزيارات دي مهمة جدا إن إحنا بنقيس اليوترين أرتر دولبر أو كمية ضخ الدم للرحم زي ما قلنا بالكده طب ده بيفرق في حاجة آه ده ليه مهمة جدا إن إحنا هنأخل بعد كده في مشاكل تسمو حاملة أو أي مشاكل أخرى في فترة أخيرة من الحمل ولا لأ؟ الثاني حاجة لو الحالة دي عندها توقم التوقم دوت متماثل ولا مش متماثل حالات التوقم المتماثل بيبقوا أكتر عرضة إن هما يخشوا بحاجة اسمها 20-20 Transfusion Syndrome ده بيعمل لنا بشكل ممكن واحد من الببيهات يموت التاني آه ممكن يموت التاني فعلا ده هي درجة؟ آه للدرجة دي تمام طيب أعيز أوضح لسادة المشاهدين المؤثرات على عامل الخصوبة عند السيدة الأورام اللي فيها استقصالها طبعا وعايز أكلم مع حضرتك عن تكاييسات المبايد العوامل إيه هي اللي بتقدر تؤثر على الخصوبة عند السيدة؟ احنا قلنا إن الخصوبة عند السيدة فيها كذا بوينت لازم ندور عليها أول حاجة تجويف الرحم تاني حاجة قناتين فالوب آخر حاجة المبيضين فحالة لو فيه انسداد في قنات فالوب إيه اللي بيتم عمله مع السيدة؟ لو الانسداد دهوت نتيجة التساقات في الحوض نتيجة التابات مزمنة أو أعمليات جراحية سابقة أو نتيجة أن هي تعرضت لولادها القيصرية وأدت بعدها للتلصقات في الحوض بنحاول نعمل منذار أن احنا الحالي بيه المشكلة ديت ونرجع الأناتومي زي ما كانت تنيا أول مرة طيب بالنسبة لزي ما احنا شوفينا على الشاشة الأورام اللي فيه في الرحم عايز أعرف من حضرتك يا دكتور أحمد في حالة إصابة السيدة بالأورام اللي فيه إيه الخطوات اللي بتتلحها معاها؟ احنا الأول حسب الفيجول كاسف كيشن احنا بنحدد الجريد بتاعت الورام دوت هل هو داخل التجويف الرحم ولا في جدار الرحم نفسه ولا خارج جدار الرحم لو خارج جدار الرحم ده ما يبقى أصراش معنا في أي شيء خالص اللي بيبقى بيتحط عندنا جزئين تانيين اللي هم اللي داخل تجويف الرحم أو في جدار الرحم نفسه لو في داخل تجويف الرحم ده اللي بيأثر معنا فينا في الحبل أو عن طريق أنه هو بيمنع التصاق الجنين أو يمنع وصول الحيوانات المنوية لقناتين فالوب أو يأدي لحدوث نزيف أول ثلاث شهور طب فده بنعمل إيه؟ طبعا المنظر الرحم بيحل معنا المشكلة دي بطريقة كويسة جدا إن شاء الله دكتور أحمد عايز أعرف من حضرتك إذا بتوظف استخدام المناظر المتقدمة في التشخيص للسعيدة؟ زي ما قلنا بالكده أن التأخر الإنجاب لما بنوصلش بالستبس الأولانية أن نحن نوصل للتشخيص نبدأ نخش في خطوة تانية للمناظر المنظر بيتم بعد الدورة بشارة عشان نقدر نقايم تجويف الرحم الداخلي لو في حاجز رحمي أو تيشي بيوترس أو أي أنوماليز موجودة في تجويف الرحم الداخلي بنحاول نحلها إن شاء الله طبعا بإذن الله أو نشيل لو ورم لوفي بيستقصل عن طريق المنظر دكتور أحمد أنا سعيد جدا باللقاء ألا أسعد حضرتك أعزائي المشاهدين ومستمرين في لقاءنا الممتع مع دكتور أحمد جودة فاصل ونوصل أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم تاني في لقاءنا الممتع مع دكتور أحمد جودة حلم الأمومة هو حلم بيوارد كتير من السيدات في بداية الأشهر الأولى من الزواج الحلم ده هيصبح حقيقة بفضل التقدم التكنولوجي اللي حصل في وسائل الأخصاب المساعد في البداية دكتور أحمد عايز أعرف من حضرتك بالنسبة للحقن المجهري يعني إيه حقن مجهري والخطوات بتاعته بتتمي إزاي؟ وإمتى بنقدر نقول إن الزوجين دول هما الأنسب لعملية الحقن المجهري؟ بصحيك والحقن المجهري دي حاجة من ضمن حاجات اسمها وسائل الأخصاب المساعدة وسائل الأخصاب المساعدة بنالجأ لها إذا فشل الزوجين في الحصول على حمل طبيعي زي ما قلنا إننا بناخد الخطوة الأولانية إننا بنعمل منزور يعني بعد المنزور لم يتم حدوث الحمل بسرعة طبيعية بنبدأ ندخل على وسائل الأخصاب المساعدة إيه هي وسائل الأخصاب المساعدة؟ سواء التوقيح الصناعي أو الحقن المجهري الأول نفرق ما بين الاثنين التوقيح الصناعي ده بيتم لو في مشكلة في العلاقة الزوجية أو في مشكلة في عدد الحيوانات المنوية بس الحركة فيها كويسة وده بيبقى وزن ليمت يعني بحيث أن عدد الحيوانات المنوية ما يكونش أقل من سبع مليون برميلي ده الكانددد اللي ينفع للتوقيح أنتو تلكونت بتاحه طيب لو حبينا نعمل كمبرزن ما بين أطفال التوقيح الصناعي والحقن المجهري الحقن المجهري بيتم لحالات إذا كان في مشكلة عند الزوج أو في مشكلة في قراتين فالوب أو في تلصقات شديدة في الفرق أنا كنت عايز منك يا دكتور أحمد أن عاك تعمل مقارنة ما بين المعايير اللي على أساسها بتقرر للبيشنط لا الأنسب ليك حقن مجهري وبتقول لبيشنط تاني لا الأنسب ليك أطفال أنابيب المعايير بتكون إيه؟ والله إحنا بس نتكلم في نقطة مهمة جدا هو اللي بيتم في مصر في معظم المركز دلوقتي هو الحقن المجهري بيش أطفال أنابيب نتيجة التقدم في الحقن والتكنولوجيا المعمل قدت أننا بنحن نستخدم الحقن المجهري أكتر من أطفال أنابيب هو الفرق ما بين الحقن المجهري وأطفال أنابيب أننا في الحقن المجهري نحن بناخد كل بويضة بنخصابها بحيوان منوى واحد تحت الميكروسكوب لكن أطفال أنابيب إحنا بناخد البويضات بنحطها في كالشور ميديا وبنرس حواليها الحيوالات المنوية وبنسيبها للناتشور سيليكشن فده النتائج بتاعته كانت أقل شوية وكننا بنختار الحقن المجهري لحالات اللي هي فيها ضعف جديد جدا في العدد أو بنضطر أن احنا بناخد عينة من الخصية منزول طب أنا عايز حالك تشرح لي وتشرح لي السيدة المشاهدين الخطوات اللي بيتم في الحقن المجهري إيه هي؟ الحقن المجهري أول حاجة فيه بيتم على مرحلتين المرحلة الأولى هو تحضير السيدة لازم الأول نعمل لها الفحوصات الشاملة عشان نزود فرص النجاح تاني حاجة لو محتاجة نحن نعمل منظر رحم عشان نقيم تجويف الرحم اللي هنزرع فيه الجنين مش لكل الحالات في حالات بتبقى محتاجة وفي حالات مش محتاجة آخر خطوة هو التنشيط الزوجة التنشيط الزوجة بيتم بعيدة بروتوكولات بنختار البروتوكول المناسب للحالة حسب الفحوصات اللي تمت قبل كده وحسب عمر الزوجة إذا كان لونج بروتوكول أو شورت بروتوكول والشورت بروتوكول بيبقى أنسب للناس اللي هم عاملون تكايس المبيضين واللي عندهم ضعف في مخزون المبيض بيتم التنشيط لمدة من 9 ل11 يوم بعد كه بيتم سحب البوايضات طيب دكتور أحمد فيه مصطلح غريب لما في رئي الأعداد جاء يدرس وصل الخصاب المساعد لإناوب بالأخص في الحقن المجاري تجميد الأجنة وتجميد السائل المنوي عايز أعرف من حضرتك هل ينفع أن أنا أجي أعمل حقن مجاري أن أنا أجي بعد كده الأجنة المخصبة أن أنا أبتدي أن أنا أعمل لها تجميد والعمر الافتراضي بتاع حقن دي إيه هو تجميد الأجنة حاجة وتجميد السائل المنوي حاجة تجميد السائل المنوي بيتم لو الزوج حيبقى مش موجود في فترة الحقن أو إن ممكن بيحصل في التحليل بتاعه أو إن هو هيتعرض للكيميوي بيع له عمر افتراضي؟ ممكن يوسمى حد عشر سنين عشر سنين؟ طيب وبالنسبة لتجميد الأجن يا دكتور برضو تيل عشر سنين وفي بعض المريكز بنستخدمه أكتر من كده يعني ما فيش مشكلة هم موليش عمر ملوش عمر ملوش عمر ما فيش عمر افتراضي بعد كده بيكون يعني التجميد ده بيكون صعب طيب في حالة الاستخدام هل بيجوز إن أنا قدر أستخدم اللي أنا مجمده ده مرة واثنين لو حبيت إن أنا أعمل حقن تاني؟ آه طبعا ما فيش مشكلة يعني وده بيحل لنا الأزمة لو لقدره ده تم الفشل أول مرة فما بنكلفش الحالة تكاليف من أول وجديد تاني لأ في تاني مرة بيتم إرجاع الأجنة المخصبة وفي بعض الحالات الحمد لله رب العامين بيتم الحمل وبيرجعوا الأجنة بعد الولادة في مرة تانية يعني ما بيتمش العملية على يعني ما بيعدش الستيبس كلها من أول وجديد تاني لما بيجي لحضرتك سيدات فوق سن الأربعين وعايزين يتخذوا خطوة الحقن المجهري إزاي بتتعامل معهم خصوصا إن بتكون يعني التكايوسات عندهم بتكون في تكايوسات وبيكون الخصوبة عندهم ضعيفة هي المشكلة مش في التكايوسات في الوقت ده المشكلة أكتر بتبقى في الخصوبة طب بتعمل إيه دكتور؟ بنبدأ الأول نشوف نقيم الحالة هل فعلا المخزون المبيض حيبقى كويس معنا ولا ألا؟ لازم نموضح للحالة في الوقت ده من العمر أن فورسة البرسنتاج بتقل نعم بتقل كتير تمام معناها الحاجة التانية غير أنها بتقل لا الفكرة التانية أن نسبة الخلل في الكروميزومات بيبقى موجود فنفضل الفحص الـ NGS قبلها قبل ما نرجع للأجنة عشان نختار للأجنة السليمة ما بعد عمل عملية الحقن المجاري؟ لو حبينا لحضرتك تواجه روشيتا بأهم النصائح والإشدادات لكل ناس بتفرج علينا ما بعد الحقن المجاري ايه هي؟ بعد الحقن المجاري هو بيبقى فيه طبعا روشيتا بنمشي عليها من المثبتات عشان نعمل حاجة اسمها ليوتيل في السبورت بيبقى التغذية في الفترة دي مهمة جدا الراحة الناس فاهمة أن الراحة تبقى راحة تامة لا هو مش بالصورة للناس متخيلها لا الحركة بتبقى الطبعية وفيش مشكلة فيها ممكن السيدة تمرس العمل البسيط ما فيش أي مشكلة خالص ما فيش أي restriction ما بينه وما بين الحمل العيدي يعني الحمل الحقن المجاري هو بس عشان الناس بيبقوا stressed ونفسهم في أمل أن هم يبقى عندهم طفل فبيبقى الموضوع بالنسبة لهم tension أوي فإحنا وظيفتنا نحن نريليز التنشن دوت عشان الناس ما يبقوش وغدين موضوع overal stress في مصطلح ده ما بيتكلموا عنه هو الحمل المتعدد العلاقة ما بينه وما بين الحقن المجاري هل فانا الحقن المجاري بيتسبب كتير جدا أن يبقى فيه ولادة لتوأم آه طبعا بس ده بيكون اختياري ولا يعني ما بين اتفاق ما بين الزوجين والدكتور ولا لا ممكن يحصل على محص الصدفة لا هو مش محص الصدفة طبعا هو لازم الدكتور بيعمل counseling الحالة قبلها حسب هو حيرجع الأجنة في اليوم الكام اليوم الثالث أو اليوم الخامس عشان يقدر يرفع نسبة الحمل أكتر للحالة فبنزود عدد الأجنة اللي بتتحط طب لو العدد زاد معنا وكلهم التسقوا بنحجز مع تخفيض أجنة عملية تخفيض الأجنة بالتم وعملية سيف جدا ما فيش أي مشكلة فيها خالص بنسحب بنقلل عدد الأجنة بحيث أن نحن نسيب واحد أو اتنين طبعا بتسيب اتنين ما نسيبش واحد طبعا دكتور أحمد بالنسبة لناس المقبلة على الحقن المكاري عايز حضرتك تواجه روشيتا برضو بس بأهم الفحوصات بالنسبة لكل من الزوج والزوجها الزوج أمره سهل بنعمل تحليل سائل المرأة في الأول قبلها بقى دي ايه؟ 6 شهور 6 شهور قبل العملية valid إنه هيبقى 6 شهور طبعا يعني لو هو مع التحليل من 6 شهور مش بنحتاج إنه نحن نعيده يعني قبل العملية بقى دي ايه بنحتاج إنه نحن التحليل دي يكون معنا لأ قبل العملية مشارطا طبعا بنعمل التحليل اه طبعا وبالنسبة للسيدة إيه الفحوصات الفحوصات هنعيدها تاني أول حاجة التحليل هرمونات في تاني يوم من الدورة والغدة الدرقية وهرمون البرولاكتن دول مهمين جدا لأنه دول بيأثروا معانا على جودة البيضات بيأثروا معانا على جرعة المنشط اللي هناخدها أثناء فترة التنشيط بيأثروا معانا على الأودكام بتاع حالها هل فيه لو فيه أي خلل هرموني وما تعليقش قبلها لأ طبعا بيقلل فرص النجاح كثير جدا فيه قلق وخوف بيبقى لكل الناس المقبلة على الحقن المجهري من فشل العملية عايز أعرف من حضرتك إيه الاحتياطات وإيه المحذير اللي مفروض تكون عند الزوجين عشان نعلي من نسب نجاح العملية عشان نعلي من نسب نجاح العملية لازم تقييمه كويس للحالة قبلها هل فيه معايير معينة لازم الزوجين ياخدوا بالهم منها التحليل والفحوصات الأشعة لثلاثيات الأبعاد في اليوم الثمانتاشر أو الواحد وعشرين الدورة السابقة للحقن عشان تقييم تلجويف الرحم أو في بعض الحالات زي ما قلت حضرتك بنحتاج نحن نعمل منظر رحم عشان نقيم تجويف الرحم الداخلي عشان نشوف الجنين ده حذراه في أي وسط البيئة اللي حيعيش فيها الجنين طيب بالنسبة للاستخدام المناظر المتقدمة زي ما قلت حضرتك أنا عافة نحاك رائد في موضوع استخدام المناظر المتقدمة بنسبة الوسائل الإخصاب المساعد إزاي بتوظف استخدام المناظر فيها زي ما قلت حضرتك في حالتين الحالة الأولانية لو في مشكلة في تجويف الرحم الداخلي بنحاول نحلها الحاجة الثانية لو في ارتشاح في قناة دي فلوب لازم نقفل الأنبوبة دي خالص قبل ما نتم عملية الحقن المجهري لأن بتقدي نزول السوائل الموجودة في ارتشاح الأنابيب لفشل العملية دكتور أحمد بعد عملية الحقن المجهري بيبتدي نعرف إذا كانت العملية نجعت أو فشلت بمدة عدية في خلال 15 يوم خلال 15 يوم إن شاء الله طيب بعد 15 يوم متابعة الحمل هل بتفرق متابعة الحمل الطبيعي عن متابعة الحمل الناتج عن الحمل المجهري لا نفس البروتوكولات اللي بنمشي بيها نفس المتابعة العادية إلا لو الحالة فيها توقم فبتتعامل معاملة الحمل للحرك بس زي ما قلنا الحمل ضهر في المتابعة طيب بالنسبة لها دكتور بعد متابعة الحمل للحرك في سؤال دائما بيجينا كتير عن موضوع الإجهاد المتكرر عايز أعرف من حضرتك الحالات من نوع ده لما بتقابلك بتتعمل معها هنا لا موضوع الإجهاد المتكرر ده هيخد منها حلقة كاملة لوحدة طيب موضوع الإجهاد المتكرر فيه أجالة يعني ليه أسباب كتير جدا جزء خاص بالأب جزء خاص بالجنين وجزء خاص بالأم الجزء الخاص بالأب لو فيه مشكلة في التشوهات في الحيوانات المنوية أو الأب بي ياخد على قخير طبية في أثناء فترة اللي تم فيها الحمل بتأدي لتشوهات الأجنة يعني أنا أفهم لحضرتك إن الإجهاد المتكرر كل حالة بيكون لها ظروف مختلفة آه ظروف مختلفة تماما وتقييم مختلف تماما للحياة دكتور أحمد أنا سعيد جدا باللقاء مع حضرتك أنا أسهد أنا أسهد عايزين المشاهدين وانتظرونا في حلقات جديدة من برنامج دار الطبيب كل يوم أربع ساعة حدية عشر مساءا صبحونا على خير طبيبك عندنا شكرا